مثل ما عودكن فريق كسدورة بتقديم كل شي جديد ومميز رح نقدم لكم سلسلة سناك كسدورة بنخبركن فيها عن مشاويرنا وقصصنا بأجمل الأماكن السياحية والترفيهية خليكم معنا ولا تفوتوا ولا سناك لنكون سوا بكسدورة جديدة عبر كل حلقة معي أنا رخاء الحرش وأنا إمام مخلوطة تكتب لنا ياها كند العامود كسدورة بودكاست سياحي نستكشف فيه أسرار جنة الأرض تركيا بعد أسبوع طويل وملئ بالشغل والضغوطات تنظيم رحلات تسليم مشاريع تقطيع مقاطع صوت ومكساجة كان لابد من استراحة ناخد فيها نفسنا برفقة عائلتنا ورفقاتنا أخذنا قرار بشكل مفاجئ يوم الأحد كان شو بكتير بس محتاجين هو نضيفه فسحات واسعة بأجواء عائلية وطبعا بدون تردد جهزنا اللحمة والخضار والفواكه مع العصير البارد وفورا توجهنا لأمرانية ميليت باتشيسي فريق كسدورة تواصل مع إحدى شركات المخصصة لتأمين مواصلات حصلنا على السعر مميز وبسيارتين واحدة طلقت من أفجلر والتاني من باشاك شهير بلشنا كسدورتنا وطبعا إذا حابين تاخدوا مواصلات فبكل بساطة منقصد محطة ميترو اسكدار ومنهنيك منركب ميترو ايم خمسة لمحطة يامان ايفلار وبعدها باص إضاعش ايتش بنزلكن تماما عند الحديقة ومو أي حديقة هاي روضة من أجمل الأماكن لسيران لطيف وما بينتسه الحديقة ممتدة على أكتر من 3300 متر مربع بيغطي أكتر من 90% منها أشجار من الطبيعة البكر طويلة بالأمتار طرقاتها مقسمة للمشاور الرياضيين ذوي الإعاقة وراكبي البسكليتات على طول 2700 متر ويلي متراكم عليه بعض الأعمال وحابب ينهيها بجوه مضيف وممتع لعائلته فيه يستخدم الانترنت المجاني والسريع من حزمة خدمات الحديقة على المنقل الثابت فريق كسدورا ضم لمئات العائلات للشواء المسلي بادلنا الأحديث بألصم مختلفة ولكن على قلب واحد الأطفال فرغوا كل طاقتهم باللعب بالألعاب الآمنة والركض والضحك المتواصل بينما الكبار بركتنا وحكمتنا الدائمة اتجولوا بكامل الحديقة بسيارات صديقة للبيئة بتقدمها الإدارة بين العشب الأخضر الجيري والأزهار والورود المتنوعة يلي عم تدور الفراشات حواليها وتبوسها وتعانئها وقدام الشلال الصغير أخذنا أجمل الصور التذكارية تمثيل الغزلان وبناتها المصنوعة بأغصان مجدلة والطواويس المتباهية بجمالها مشارب المي الرخامية على الطريقة العثمانية وبلعبة الزيبلاين وبقلب برج المراقبة الأديم ضينا أحلى الأوقات المسجد الأرميدي الرائع مأذنتم زينة وسط الحديقة أما المرافق العامة فكانت جداً نظيفة ورائحة المعقمات وملطفات الجو عم تفوح منها وخلانا ناخد راحتنا نظام الحماية العالي كاميرات المراقبة بكل زاوية بتشتغل 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع وعناصر الدفاع المدني والحماية على أتم الجهازية وموزعين بكل مكان مرأة اللي نهار بسرعة كبيرة فرحنا بكل لحظة فيه ومبسطنا بوقتنا بفعاليات عديدة بدون ألأ وخوف على أطفالنا وتعرفنا على ثقافات جديدة عايشة بتركيا خبرونا عن زوايا سرية بالمدينة رح نزورها ونرجع نحكي لكم عنها بسناكس دورة جديد معي أنا إيمان مخلوطة وأنا رخاء الحرش تكتب لنا عنه كيندا العامون تابعونا على كل منصات البودكاست أبل و جوجل بودكاست سبوتيفاي وأنغامي ويوتيوب إذا عجبتكم الحلقة حطونا نجم على أبل بودكاست واكتبونا رأيكم وملاحظاتكم وعملونا اشتراك بالقناة على التطبيق يلي عم تسمعوا منه الحلقات حتى تصلكم كل حلقاتنا ولا تنسوا تشاركوا الحلقة مع رفقاتكم وأهليكم وكل من حابب يزور تركيا اشتركوا في القناة